اشتركوا في القناة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات كما تم استعراض إجابة سعادة وزير العمل بشأن عدد العمال النظامية المسجلين لدى هيئة تنظيم سوق العمل منذ بداية الفصل التشريعي الحالي هذا وناقش المجلس أيضا عددا من الاقتراحات بقانون وأبرزها بشأن الضمان الاجتماعي وبشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وبشأن تعديل المادة الحادية والأربعين من قانون التقاعد العسكري إلى جانب تعديل المادة تسعين من قانون التأمين الاجتماعي وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات بقانون وإحالتها إلى الحكومة كما تمت الموافقة على عدد من الاقتراحات برغبة وأبرزها بشأن هدم وإعادة بناء مسجدي زين العبدين والعالي بالمنامة وبشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع خطة واضحة لخفض حجم الدين العام وبشأن وضع استراتيجية للمحافظة على القيم والتقاليد في مواجهة الغزو الفكري وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة وإحالتها إلى الحكومة الوزارة العدل والجهات الثانية دائما تهتم بهذا الشيء في الحفاظ على هذه الأرث والأرث الإسلامي بشفاق خاصة وأيضا الوجهة والشركات دائما داعمة لهذا العمل الخير ونتمنى مزيد من التقدم الحمد لله اليوم تم التصويت بالغالبية على مقترح تقدمنا فيه مقترح بقانون لتعديل قانون ضمان اجتماعي رقم 18 لعام 2006 يهدف إلى تعزيز حماية المواطنين وتحسين مستوى المعيشي إليهم بحيث أننا نتطلع إلى بحرين الكرامة بحرين العدالة بحرين بلا فقراء وإن شاء الله هذا القانون راح يوصل للحكومة ويكون رافض بإذن الله وداعم أساسي وجوهري إلى لجنة الدعم التي تعمل حاليا في هذه الفترة مع الحكومة المؤقرة بخصوص اليوم السؤال مقدم لسعادة وزير العمل اليوم يختص بالعمالة الغير نظامية وعدد العمالة أيضا موجودة تحت مضلة هيئة تنظيم سوق العمل وشنو سبل الحل في المشاكل الموجودة واليوم قدمت مقترحات بقوانين أيضا لمعالجة أيضا مواطن قصور في بعض التشريعات والفراغ التشريعي لاستيضاح بعض الأمور التي وجهت السؤال اليوم لسعادة الوزير في أن اليوم العمالة الغير نظامية يوجد لها بعض الثغرات القانون التي تستوجب اليوم نحن نعالجها عن طريق المادة 36 في هيئة تنظيم سوق العمل وأيضا مادة 25 في هيئة تنظيم سوق العمل أن اليوم لا يحق اليوم إلى الأجنبي أن يتحول إلى فيزا غير نظامية عن طريق الفيزا المرنة ووجود بعض المكاتب اليوم تعطي شريعة أيضا إلى استخدام هذا العامل في العمل الحر أيضا اشتركوا في القناة